اشتركوا في القناة هل تلاحظة الكلام اللي قاعد بقوله ابنك؟ كلام ايش كلام ايش؟ الزبائن اللي بيجوا عنده على المنجرة مش عاجبينه قال هذول من جماعة الامبريالية والاستعمار حتى الانجليز بدوش هيه ومدخلوا منجرتي احمد خذ هذول ايش هذول؟ عشان تشتري فيهم بارود او تتبرع فيهم اكرع اكرع لا بيكفيك السكاير ان ثمها امك يا قليل الحياة اكرع اكرع ياس الملك عبدالله بدو يترق اسمه اتمر اركان الجيوش العربية عشان هيك بدي اصيغ منشور منشور تحريضي لمظاهرة تتنظم بنفس اليوم وليك وليك بدي اياك لا بلا بط صوتك في عطينا شو بتساوي انا شو بتساوي منشق العداء شو دخلك انت؟ انشق قلعي يا ابوك يا هلال الكلب يا عبدالكلب تضربها يا ردل اضربها اضربها اميرة ما بتخصك باشي الواضح يا سلطانة من حكيك انك بتهددينك وانت مين كاين؟ مين؟ هلال؟ الظاهر ما بتعرف مين انا على كل المرة الجاي اذا نزمكوا سلاح بس بلغني قبل يومين ثلاثة ولا عليك يا عودي ولا هو انت ما فيه شغل اللي بتسقل فيها شو بدنا نسوي؟ بدنا نترزق اسمك انا باقبل بيشي الا انك تسكر والدور لي ورا البنات بالله خاص لما يكون الطول رجلك هلا هلا بسعدوه بسعدوه هلا موسيقى 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 انت بتوصلنا على القوتس وترجع فوراً عادنا يعني كنت حابباً نزور كنيسة المهد وضويني شمعتين ودي عشاء لأمها شوفيه 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 الظهرنا قنبلة الظهرنا بطريق مصطفى مرعي ينزل المسل السلاح والنسل الرجال مرعي تعال معي مصطفى ونزل الرجال ولا شخور ولا شجر يلا 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 نسل السلاح مصطفى على المسل وآلقيتنهم كانوا جاسدين وإحنا ممكن ندبر حانه وننفذ بجلدنا بس نترك عاد وإذا تحرك تراه ونصيبوه يام صها بيك شيف؟ لا بس اللي فوق عاد عامة مورنا خلينا روح له ولا تروح له أروح له لا تخاف علي ألا ما أخاف عليك، خليك هون أعرف منك رجوع قدها بس، أقول لك، هنأروح معكم ونشوف أطرح ثاني ونصلهم منهم ماذا؟ يلا، يلا، يلا ماذا؟ ماذا؟ المدفعية، لا بد أنها مدفعية الجيش وصلتوا يا رجالي، المدفعية في سنتكو غضوني يا رجال، غضوني يلا، عادي عادي، انفذ المبتدنك هذه الفرصة الوحيدة مدفعية الجيش تتالبنا الجيش العربي، الجيش العربي عادي انفذ المدفعية هذا محف علينا خذوا بجانب وتمزعوا ولا وزيتنا عني قطيكم يلا 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 تحركوا يا ريشان يلا هذا وعقب مغادرة الدفع الأخيرة من قوات الانتذاب البريطاني لفلسطين أمس المصادف الرابع عشر من أيار صدرت التعليمات من قيادة الجيش المتجمع في الشونة إلى ثلاثة ألوية من جيشنا العربي بعفور جسر داميا إلى المناطق الفلسطينية اللواء الأول ويضم الكتيبتين الأولى والثالثة إلى منطقة حوارة ونابلس اللواء الثاني ويضم الكتيبتين الثانية والرابعة إلى منطقتين باب الواد واللطرون اللواء الثالث ويضم الكتيبة السادسة إلى منطقتين رامالله وارحة أما كتيبة المدفعية فقد توجهت إلى منطقتين النبي سمايل وبيت نوبا كما ذكرت الأنباء الواردة من الخليل أن مشاة جنودنا البواسل تساندهم تسع مدرعات بقيادة الرئيس حكمة مهيار إلى جانب المناضلين من أهلنا في الخليل بقيادة محمد الجعبري قد تمكنوا صباح أمس الأول من اكتحام مستعمرة كفارعة سيون بعد قصف مركز ومعارك طاحنة دارت رحاها حول دير الشعار فيما أعلنت ثلاث مستعمرات أخرى استسلامها بواسطة الصليب الأحمر الدولي وقد نجم على المعركة مقتل نحو 250 من أفراد العصابات الصهيونية وأسر أكثر من 300 منهم جرق تيادهم إلى الضفة الشرقية أما من جانبنا فقد سقط عدد من الشهداء الأبرار من جنودنا البواسل ومن بينهم الشهيد أنها بالحاج مثلنا اليماني وتدور الآن معارك طاحنة حول مستعمر تراحيل لم تعرف نتائجها بعد وذكر شهود وعيان لمراصل الصحيفة أن سرية متطوعين من بني صخر بقيادة الشيخ محمد الفايز شهدات متوجهة إلى ميدان المعركة للالتحاق بالمعارك الدائرة هناك الوضع جيد كثير ليش العالم متخوفين؟ هذا بس هيك حوالين القدس أما الوضع بالداخل فسيء جدا يا أخوان معظم مدن الساحل سقطت قوموا خلين روحوا القهوة ما بتكن تستنوا خطبة الشيخ النبهاني؟ هسا رح يخطب هانق قدامت جامل أي شو بدو يحكي الشيخ النبهاني؟ أنا من جهتي بموت بخطب الإخوان المسلمين بتفش الخلق أي ما بفش الخلق إلا الأخبار اللي اسمعناها هسا بس الإخوان برضو قول وفعل هذا كومي بقاتل مع كتائب الحرب الشعبية بغزة عداك عن سرية أبو قورة بعين كارمي شو؟ اللي بسمعك بقول لعناك أخوانجي؟ إخوانجي ولا مش إخوانجي؟ حد بدو ينقال ليش يا حبيبي تعال جاي؟ الشيوعيين شو صووا غير الحكي؟ هسا فكك من الحزب الشيوعي انتو قد الحزب الشيوعي أنا في إشي فيهم بيعجبني الجماعة مثقفين وعندهم طرح جريء مسيحالو شو كان يحكي عنهم قبل يومين مسألة التقسيم؟ أنا بقول لك جريس بدو الشيوعيين بس بدو إياها على كيفو مش هيك المسألة والكفة ضحطونا الله ليوفكو لميتو العالم علينا تسمعوني شباب؟ آه يلا بيك أيام هيل هرجة واحدة يا إخوان إذا بيضل الوضع على ما هو عليه رح نخسر كثير وبيكون الحزب الشيوعي طرحه الوحيد هو الصح لأنه اللي صح لفلسطين أيام التقسيم قاعدين نخسره شوي شوي ولا لا؟ بالضبط بالضبط يلا تقوموا خلنا نرتاح هون يا رجال مصطفى ساعدني مصطفى مصطفى أضاك هو جبل الطور كان ممكن نصل بدري بس هذا اللي صار سمعوني يا رجال هاي المعرة يمكن تصير مرة ومرتين وثلاث اللي شايف حاله مش قدها وبدو يرجع يرجع من هسه اللي حرب بفلسطين أصعب من هيك بكثير ما بتلاقي حالك بنص القدس ولا باب العمود ونطق عليك شقال اللي خايف يرجع من هسه ليش هالحتي يا أحمد ليش؟ ما أحد بحط باروته عكتافه بفكر يرجع فكر على الله شوف شوف برعي شوف بجانب شوف بمتق اخوة شوف بجانب شوف بجانب شوف بجانب مني ؟؟ شوف بجانب شوف شوف بجانب مرعي 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 أول ما شفتك بعد جوزك الله يرحمه الله يعلم أنك أول ما اطلعت عليه حسيت أنه في سام قلب غاز من ساعتها ما نسيتك صحيح أنه ما حكينا مع بعض ولا لساني ناطق لسانك بس كنت خايف خايف إذا حكيت معاكي منك تفع ميني غلط غلط إيش هاب يعني خفت الناس تقول أنه أحمد بسوي اللي بسويه إن شان لا يا أحمد لو أشوفك بعيني ما أصدق على كل حال أنا حكيت مع أختي آمي وهي نصحطني أجي أحكي معاكي وأطلب إيدك بس دائماً بتطلع لي شغلي تعوجني من طرفي أو من طرفك أو حتى من طرف زيدان قل لي هو عاد هذا النصيب وهالنصيب ما بده يظبط عاد ما أدري واش أقول لك نقولي شغلي وحدي بس شغلي وحدي إنه في إلي مطرح بكلبك بس ألك الصحيح لما توفع عمران الله يرحمه حسيت إنه قلبي مستحيل يحب غيره أسعد لما شفتك أول مرة وثاني مرة مدري واش صلي يا أحمد الحي أبقى من الميت عمران صلصني الميت الله يرحمه سعدة أنا بدي أعرف في إلي مطرح بقلبك إذا كان قلبي مش ملاقي لك مطرح يوسعك خليني ألاقي لك قلب ثاني سعدة هاي آخر مرة راح أنزل فيها تعبت تعبت من الإزناد والبارود لا تروح يا أحمد ما بقدر يا سعدة لازم أروح بس بوعدك إنها تكون هاي آخر روح على إلي لما أرجع إن شاء الله منتمم كل شي ساعتها بكون بداد موجود ما بنيت بداد مشغولي بحالة لعطلة وقتها نشوف شو بنسوي ها شو قلتي يعني رايح اللي تشوفو ما راح أقدر أمنعك راح أرجعلك يا سعدة هاي آخر خطرة راح أروح فيها راح أرجعلك أكيد موسيقى 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 معلوم سوى لي في همالة معلوم، ليش بتطبلوا وبتزملوا؟ لمين؟ ما هي الحكومة ودت جيش على فلسطين؟ شو ضيلكم؟ ومين قل لك انه هاليومين المظاهرات ضد الحكومة؟ المظاهرات ضد اللي بصير يا والدي المظاهرة عبارة عن حق للتعبير عن رأي الناس تعبير عن الناس؟ هاي الناس درياني فيكو؟ مش بس عن الناس وعن العرب كلهم كمان لعد روحوا الظاهروا عند العرب، ليش قاعد ينظاهروا هون؟ انت مش عارف كل ما بصير مظاهرة هون بتوقف الحركة وبيخرب السوب؟ اكيد هذا كلام فريد بيك كلامه ولا مش كلامه؟ هذا هو الصحيح بعدين هاي المظاهرات كلها مشاغبة وتعطيل اعمال الناس بعدين شو ما له فريد بيك؟ حدا بصحيله وصيل مثله؟ حدا بيفهم اكثر منه؟ تدري بس تخلص بده شغلك عنده سامعة؟ شو بده اشتغل عنده؟ هاي وفتح مكتب طويل عريب ايوه يعني شو يشتغل عنده؟ عنده تجارة تجارة بعدين بده يصير نايف في البرلمان هو قليل انه بده جماعة متعلمة يشغلهم عنده يعني ما بدك تقريني بالشام؟ شو بدنا بالشام؟ بس انت اللي قلت له انت اللي وعدتو ايه قلت له وبطلت هاي الشام ما بيروحوا عليها غير اللي هاربين من البلد وبيسبوا عليها مثل ابو غنيمي وشيلته وانا شو خصني فيهم؟ بكرة بصير مثلهم ما انا عارفك وعارف كيف تفكر من شام الله تدشرونا منها تحكي لبعد المعشقة كله كله بس يكون بعلموا ابنك هاي اذا ما نضي يشغل عنده في المنجرة بدي احطه عند فريد بيك طيب طيب معلك انت بس تعشي حسان شمعني؟ ايه؟ هاي هادي عادتك كل ساعة وكل وقت لازم تسم بدني الولد مش يحسن ما يسم بدني وبدنك بكرة؟ بس كله يا امه كله يا حبيبي تعشق انتي ايه كله وبعدين ان تشرف من كلام ابوك انت انجح ويجب معدد ونشو شو بريدنا نسوي كله يا امه خضي يا حبيبي خضي خليهن يومه لسه مرات بعض خليهن خيه تعالي تعالي جاي ولك ما قولك تعالي 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 شوي بس ابن ناقص عن شكلك ومزع ترجمة نانسي قنقر 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 تامر يا عمي تامر هسا ايه هسا 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 العاد باجر هسا ايه ايه وما بي حرمة بل عشيرة تون عليها صرت مرسلها أكثر من عجر مرات من غير فوت قلت لك ما ودها ما ودها لابا المليح ولا بالعاطل مو على كيفها مو على كيفها مو ش تساوي عاد مو ش تساوي الحين تشوفي اسمعي انت تسمعي و بس لا تحكي ها لا تحكي و ليه جايبني لعاد جايبتش تسمعي و بس ما ودي باتر الناس يقولوا الشيخ راح لها بروحهم اسمعي انت تسمعي و بس تسمعي و بس يلا امشي بسات الله بالخير هلا مساء الخير تفضلوا مو ش تفضل و انت بي عندك قهوة انت تفضل يا عمي و نسقي القهوة لا 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 من جاي تقهوة اسمعي يا بنت الناس انا صدت مرسلك اكثر من عشر برات و للحين ما خذيت منك الجواب مثل العالم و الناس يا عمي انت تدري وش جوابي و هذا الجواب ما ينفع معي اسمعي انا ما شرط عليك انت تتقبل بي اذا ما ودت اياني بي غيري من العشيرة بي واحد ثلاثة لكن انت تظلي تهيت قاعد بروحك هذا ما ينفع لزوم انت تجوزي تفهمي؟ و انا بايش مضايقتكم يا عمي بايش مضايقة علينا؟ بالقاعدة هذه اللي قاعدة بيها روحك اسمعي وش تقول عنك الناس ها؟ وش يقولوا ارملة للا انت بعدي الصبية واصلا انت ما تجوزتي وش يقولوا الناس ها؟ ما بيرجال بل عشيرة تستر عليها بالاول لما كان عندك عيل قلنا بيها وما بيها لكن الحين بعد ما مات وش يظلي تسوي بالحالك ها؟ لما يجي نصيبي يا عمي اتجوز وميت اودي يجي نصيبك عاد هذا عند الله يا عمي بس هذا الحال ما ينفع يا سعدة اتسكت اتسكت والعليت على اسمع ترى عيدة عليت مرد الثانية اذا ما ودت اياني انا ما اقصبك بيه غير جذير بالعشيرة لكن انت تظلي هيت اذا انت تقبل حنا ما نقبل واذا اخوك الهامل بدات للحين ما لفه ولا ارسل خبر هذا الحشي ما يصير ما يصير ابد ها وش قلتي؟ وبيش اجاوبك يا عمي؟ قولي قول اللي ودتي اياه ما اقدر ما اقدر لا لا تقدره لا لا ما اقدر انت ما بيه عندش غير ما اقدر ما اقدر اسمع يا بنت الناس معج من هان الباتر الصباح تفكر زين وتقرره وارسلس عمتج تاخذ الجواب من هان المتة من هان الصباح ها؟ مصل خير شباب مصل خير انتو بتعرفوا انو في عنا امتهان كبير امتهان فاينال علشان هيك لازم تهتموا بدروسكم مش بالشغب بمزاهرات عفوا مستساتين فيه ضابط بروح على الكلية العلمية الإسلامية وبياخذ اسماء الطلاب عشان يروحوا يتطوعوا طيب هم احسن منا اسمعوا انو نتطوع زينا زيهم مزبوط والضابط من دارة بنوار بلف على المدارس والكليات وبجمع مطوعين عشان فلسطين بس احنا هون مدرسة منتزمة ما دخلنا بمدارس اخرى مستر ساتين ولو كمان الكلية العلمية الإسلامية مدرسة منتظمة ومش بس هيك بدهم يعملوا لهذون المتطوعين وضع خاص عشان يقدموا امتحانتهم بس تقديراً لهم فيه جيوش عربية راحت فلسطين العلم فوق كل شيء مستر ساتين ما في اشي فوق الوطن فيه فيه لازم يعرف انت انو علم مهمة للوطن وطن بلا علم ميز وشيء انا اعرف شو فيه عندك هون شفيك انت بتجروا هذا الولد جريس لمستقبل مش كويس تلازم تهتموا بالعلم بالمعرفة علشان تخدموا وطن موهيك جريس هيك هيك مستر ساتين اوكي اهتموا بالامتحان وارجولكم التوفيق ..! أهتموا بالمعرفة موسيقى 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 لازم وراع تواطف طلاب متأججة كل شعوب الأرض يدوا حرية كمان الامتحان لازم يكون سهل علشان كل شيء يعمل المظاهرات فعلاً يا مستر ساتن، هذول الطلاب من أقل شيء بعمل مظاهرة معلوم، هذا عصر التكدم ماشي للأمان رافيه، أهلاً عودة هذا الياسو لأنا غلطان أيو اسحب اسحب، معلوم، سكارة وقهوة بالحليب، هذا جاخع المزبوط أتلي واحد قابل، زيادة حليب، عزام الياس أفندي حاضر، فأموني الياس، مشيك؟ طبعاً مفهوم، ها شو جاي يسوي بعمل؟ قالوا ليش ممنوع عطيه على العمان؟ لا مش ممنوع، بس يعني جاي بشغل ولا شملة هوا ولا جاي يشارك لك مظاهرة ولا تخش لك بحزب ترى كل الناس هلا يقعدين بيحكوا بالسياسة وحتى النسوين عجبتك كلمة النسوين يشيك؟ ومين ما تعجبه؟ الله عليك الياس، قلتك، في أحسن من النسوين، الله عليهم محلاهن وخصوصاً لما يكونين لابسات هالكعب العالي بمشيين، اسم الله عليهم بتكون واحد يماشي في هالكعب بالشارع، وزموه حنبيني، وطق طق طق طقا طق طق طق، ريتين طق طقين قلبي، طق طقين عظامي تفضل حليب الزيادة ولا عنستك ضرح حناشف كالعادي؟ أي غص بالك، أي أنا لو عبتلك يا حليب ما بعجبك تعال تعال فضل شو ها، مين لك كل المصاري؟ شو أنت مستقرز قدنا؟ لا بس يعني تخافي سرقوك يا ولد تخافش، حريص عليهم شو بدك تسوي بيهن؟ بدي أكتوخضني على هذاك المطرح أنو مطرح؟ المطرح مغيره أنو مطرح مش فاهم المطرح مغيره دكانة ولا شو؟ آه دكانة، بس دكانت النسوان أيوة، قلني أيوة، قلني أي أكبر مني وبس، ما هي خطرة، فجرها من القاعد المقلائي كل ماما أنت هيها، بدأت خرد كنتي قبل مدينة هاي تكت على آخر أنت لو تشوفها بتعني لا تشكيني لم تكيلك، أنت جوزت وحدك مظل لك ولا تجوز لمسيبتين، شهلاء ومها، فنعناتنا مبليين بس أنت غير يا عود، غير، أنت اخترت لحالك، أنا نغصب عليك اخترت لحالي؟ أوه، على هيك جيزي أمي، أمي الله يسامح بيجي لقصب الحبية أمك بنطبيق عليها المثل اللي بدمول جاجة حفرت عراسها عفت يلا خلينا نروح نوكلنا لقمة ونشرب لنا كاسين مهم قلي ها؟ عندك تأخذني على ذاك المطرح، أنت الله مولى معك مش هسا، بالليل، بالليل، بس اسمع اللي أول وشهر، آخر الله فذا بدك أضمني معك، بدك تدفع عطلي، عطل الترك ماشي موافق، المهم بخضني يلا بشيخ لي نوكل مشاء ومشي يا هلا بشيخ كريم، يا هلا، تفضل اسريك، تفضل شلونك، شلون أهل القريب، شلون الرابع كلهم الحمد لله، كلهم يسلمون العالم الله يسلمك يا رب شلونك انت، شلون زينة، شلون يوزف طمني، عسى سعدنها ركزت عندهم مالها سعدة يا شيخ سعدة ليه، سعدة ما هي عندها لا والله ما هي عندي، هي قلت لك إنها جاء عندي؟ أنت متوكد إنها ما هي عندها؟ أقول لك والله ما هي عندي، شوفي أشياء حولة، العاد، وين هجت هذه؟ ولا ألاحظ هجت؟ أنت متأكد إنها هجت؟ إيه، خذت إغراضها من غير ما أحد يحس بيها وهجت لا حولة ولا قوة إلا بالله، ليش تعمل هي؟ اسمع اسمع، ما بيها حدش يسر قم، قم، قم خندور عليها، قم، قم بساعة قم بتيلدي، قم type احسنت ولا تشرفين التطاق ؟؟ بسكت أيها ARE أوق فالأسوار القريете حسنا، حسناً، خنت أنك، حسناً كيف skeletons؟ بأنا علي؟ أغنبash ما دليل هناなんか قادرasis عايZub بس يرجع بصير كل خير خلص يا سعدا ماضى الوقتي كثير لا بعمرك ولا بعمره لازم ترتاحي ويرتاح وتعشو لكم يومين يوم يا سعدا رح تنام عندك الليلة حاضري لها مكان حاضري يوم يلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله على السلام يا خالي الله يريد أن يطمن قلب أمي آمن عليك أنت اليوم تنام هنا وبكرة صبح تسحب حالك وتذهب على البلد لا لا يجب أن أذهب لماذا لا تنام هنا معقول أبات منكم هم يسمحون يسمحون أو يسمحون يا أمنا سنابتهم بالسرقاء لكن خالك يا جريس لا يبات بالسرقاء يا خالي لا تأخذها جد طيب بروح بحكي للمشرق ولا بدون يسير يسير لا لا مش لازم كيف تدبر حالك وهالليل؟ انت ما عليك أنا بدبر حالي بشوف للسيارة بروح لازم أشوفهم لازم مثل ما بدك وين المسدس؟ هايوا معي بدكيان؟ خارج السكن قوم أسا فضل خليها معك ذكرها موسيقى 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 تذكر معي؟ طبعا سنتين وما شافها المشرف لو شافها لك أنصادرها سيدي بلاده تصادرت موسيقى موسيقى لا نصيب تنفذ لأنها تعز علي قمت والله يساعد عليك موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اذا بدك تنشي على رأي الناس اللي هان عمرك ما بتطلع درجة قولتك وهس شو صعر في البيت البيت اللي في الاشرفية خفضونا بسعره شوي بس اللي... لا لا بالاشرفية ما بدي جايكي بالحكي بيت جبل عمان بده اسبوع تايفضى بستنى ومليح مكانه احسن مكان قريب من الدوار وفي صالة وسيعة شو سيعة بلعب فيها الخيال خلص خليك وراهم البرص الخفيف انا بشوفه حلوة بحبه اه قصدك انه ماش انه ماش خاصة لما يكون تحت العيون وشوي نازل على الرقب بتحس البنت قد ما هي حلوة يا زلمي بتدبك اه بس برضو البنت الشرقية الها رونقها الخاص الها جمالها الخاص انا منه علي بحب الشرقيات اكثر شوف بمقيس الجمال احسن اش تكون البنت بحب الشرقية يعني شرقي على غربي يزم هو احنا صاحلنا شرقي ولا غربي يمشي يمشي بست بست تعال تعال شو اسمك عمو شو اسمك يا حلوة اميرة رايح تجيبي غراض لستك طيب شو رايك تجبيلي معك قلبة سكاير انت كمانا لحظة لحظة ستنى شوية عمو احلى مكان بوادعو بعمان البكان الوحيد اللي برتاح فيه بتعرف اللي بيشوف عمان الفوق بيرتاح كثير طيب يا حساس شو قلت بالنسبة لنضال يا اخي شغلة الحزب هاي شغلة عويصة يعني بدأ شوية التفكير يعني لسه ما قررت لسه ما قررت ادني ليش هو ما حكى معي يعني هيك عدت الشيوعيين بحكوش مباشرة طب ما هو حكى معك وانت لساتك مش بالحزب ولا انت غير يعني عراسك ريشة انا انسى موضوعي انا مسألة خاصة يعني بتقدر تحكي صحبة عمر اه متأسفين صحبة قديمة خليل الموضوع عبين ما ارجع بس بدأ كتدير بالك مش من لما توافق رح يضموك في الحزب لا رح تكون تحت الاختبار على كلنا الموضوع هاتكله عشان دراستك ممكن يساعدوك انا اذا دخلت الحزب رح ادخلوا عن مبدأ وقناعة مش عشان يساعدوني بديش حدا يساعدوني بدبر حالي يالله بدأ اروح بدك شي بدي سلامة وستجارة بيدك ليش تكذب علي انا قصدي يا هبلة بدي اشغلك عند واحد مهم كثير واحد معه مصاري رح يعطيكي مصاري قد اللي اخدتيها بحياتك كلها انت بتكذب صح طيب انتي فكري فكري منيح باللي حكيتلك ايوه مرحبا مرحبا جريز؟ يا عبيد أهلا وسهلا شو أخبارك؟ يا هلا كيف صحتك؟ تفضل 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 ولك شوية تكون مالية بتحلوية أكثر وأكثر عيونك الحلوة وين زمان ما بتبين؟ شو أخبارك؟ وين يعني؟ امتعانات ودراسة ما تتعارفة؟ بصر لك فترة مخلص ودعت صحابي ودعت الأساسي وهيك؟ يعني بتنشغل عن أختك؟ مؤقتا طب خلنا قوم أسوي لك لا 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 أقعدي بدي أنزل على البلد مستعجل طب قوم أسوي لك إشي؟ قلتلك وقالي في عندي شوية توراق لازم أخذهم من البلد عشان الدراسة آه صحيح شو صار معك بالنسبة لدراستك؟ هيني بدي أسجل إن شاء الله أنها بتزبط معي شو؟ شام ريح الطبخة طيبة طبعا ريحة طبخ أمي تعليمها يا عيني يا عيني نيال وجوزك صحيح شو أخباره؟ ممتاز بس ما شاء الله يعني هيك حاسس أن أوضاعكم كثير مليحة يعني كل ما يأتي عليك بشوف القطعة جديدة جريس دقع الخشب دقينا الحمد لله يعني صرنا من طبقة البرجوازيين ولا الرأسماليين يا بلشفي أها بلشتت خربطي أنا مش بلشفي ولا مين يعتبر بلشفي؟ بدكيان هسا حاضر لك بالماركسية اللينينية لا دخيلك بتعقد من تعبيركو لا تغيري الموضوع لا تغيري الموضوع أيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة